اهلا بكم مرة اخرى طلبنا قواعد اللغة العبري واحد في هذه المحاضرة الجديدة وعنوانها ظاهرة الاعراب في اللغة العبري عندما نتحدث عن ظاهرة الاعراب لا نقصد بذلك انه المنصوبات والمجرورات والمرفوعات لانهم لا اعرابة لأواخر الكلمات لديهم يعني لا تتأثر الكلمات بعوام الاعراب ولكن نقصد بذلك الفعل والفاعل يعني ازاء الكلمة والمفعول به الفعل اللازم والفعل المتعدي هذا ما نقصده ولذلك عليكم ان تنتبهوا اولا ارجو ان تكونوا بخير صحتكم سالمة جيدة سلمتم وسلم الوطن واسركم ان شاء الله نتعدى هذه الاحوال العصيبة بخير وبسلام نأتي الى المحاضرة اليوم كما كنا لكم المحاضرة اليوم عنوانها اعراب الجملة العبري او ظاهرة الاعراب بالجملة العبري عندما نتحدث عن الاعراب كما كنا لكم هذه المحاضرة هي من اعداد زميلي دكتور غانم مزعل الذي يهديكم ايضا السلام واتمنى لكم السلامة واعدادي انا والمشاركة في هذه المحاضرة كونه لا يستطيع الحضور الى الاستوديو بسبب الظروف الصحية الموجودة داخل خط الهدنة عام 48 ولا نقول هكاف هيروك او الخط الاخضر لان هذا تعبير اسرائيلي اما التعبير القانوني الدولي فهو خط الهدنة عام 48 داخل فلسطين او في العمق الفلسطيني علينا ان ننتبه الى هذه المسألة ايضا في التعبيرات هذه المحاضرة رقم 3 في قواعد اللغة العبرية واحد والمقصود بذلك اللي هو في الدبدوك العربي اللي هو نتوحها الاعراب في اللغة العبري اللي هي المحاضرة كما كنا لكم نسيها هارساة نتوح تحبري نتوح تحبري هذا المصطلح عليكم ان تحفزوه نتوح تحبري اعراب قواعدي اعراب القواعد نتوح تحبري اعراب جمل هذا المصطلح احفزوه عليكم ان تحفزوه جيدا في هذه المحاضرة اللي هو التعريف بالاول بالمصطلحات حتى تحفظوا هذه المصطلحات يجب ان تبسموها غيبا ان تحفزوها عن غيب بقلبيه لانها مهمة جدا ستتكرر في قواعد اثنين ستتكرر ايضا في مساقات اخرى كثيرة جدا اولا المكسود بالمصطلحات اللي هو البوع العميد فعل لازم حتى عنا عنا في اللغة العربية فعل لازم وفعل متعدي البوع العميد عميد اللازم يعني الذي لا يأخذ مفعول به مثل هو يشاف هو جلسة انتهى الجملة كاملة هنا وليس فيها مفعول به نقول هذا الفعل هو يشاف هو جلسة يشاف بمعنى فعل فعل لازم لا يأخذ مفعول به فعل متعدي يوتسي مثل هو اخال تفوح هو اكله تفاحة انه هنا متعدي اكله بوع اليوتسي متعدي لمفعول به اللي هو تفاحة مسايشير هلأ نسى اللي هو يقابل بالعربية نسى 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 عيدوا معي نسى يقابل بالعربية يقابل بالعربية مبتدأ او فعل يعني مسند الي لانه كانت الجملة في العربية سابقا هي عبارة عن حكم وحكم هو ايضا مش بعد يعني الجملة تتكون من من مسند ومسند الي جملة فيها حكم اما حكم اثبات او نهي او اثبات او نفي اوكي النسي نسي الخبر أو الفعل المسند نسو نسو في عندي نسي المبتدأ أو الفاعل ونسو الخبر أو الفعل المسند بعدين موسى مفؤول به كمان مرة موسى إذن عندي نسي نسي انتبهوا عندي نسي هذا نسي نسي معنى نسي هذه نسي كلمة نسي خبر خبر أو مسند نسو نسو سوري نسي هنا هذه الكلمة أنه مبتدأ أو فاعل نسي خبر المبتدأ أو فعل مسند المساء المفؤول به هاي ثلاث مصطلحات انتبهوا له في الإعراب لو سمحتوا نسي نسو مسا عدوهم وراء بدي أسمعكم تحكوهم يلا نسي نسو مسا هناك المفعول به مسا يشير مفعول به مباشر ومسا عكيف مفعول به غير مباشر يعني مفعول به تعدى بواسطة حرف الجر أو ما شابه ذلك كما نقول باللغة العربية إلى هنا ننتقل إلى تعريفات أخرى مسا كليل كأشير يش بمشبات يتير من مسا أحد يعني المسا كنا شوي المفعول به لما بنسميه مسا كليل معناته أنه بيشمل أكتر من مفعول واحد تعرفون أنه حتى في العربية يوجد هناك أفعال تتعدى مفعولين أو تتعدى ثلاثة مفعيل ولذلك نقول هذا مفعول به عام مفعول به عام كله أوكي الليفاي الليفاي هو الاسم التابع الليفاي الاسم التابع الليفاي الصفة تابع نعت يعني الليفاي نعت والتابع عندنا باللغة العربية كام؟ أربعة أربعة سميلي إياهم أكيد مش منذكرينهم احفظوا هذا البيت الصغير من الفيتة بن مالك التابع أربع لأجدل عطف وتوقيد ثم نعت البدل والتوابع تتبع ما قبلها في كل شيء تتبع ما قبلها في كل شيء وخاصة الصفة ليفاي أوكي وهناك توابع في اللغة العبرية كما هناك توابع باللغة العربية ومنها الليفاي يعني الصفة أو النات نسميها صفة أو النات والتوأر اللي هو الصفة توأر يمكن أن يقسم شم توأر إلى أقسام مختلفة منه توأر مقوم يعني ظرف مكان توأر زمان ظرف زمان يعني وصف زمان توأر سبا ظرف سببي وميلا تياحس حرف جر اللي هي في بعض النحا في اللغة العربية بيسموها حروف النسب في محاضرة سابقة وينما بتشوفوا كلمة حروف النسب عارفوا أنها هي حروف جر يعني مصطلح حروف نسب هو بعض المصطلحات النحوية في اللغة العربية العتيقة والتي تعني حروف الجر وفي المدرسة الكوفية بيسموها حروف الخفض زي ما أنه بعض طلابنا اللي الآن بدرسوا عبري معنا قواعد عبري اتنين بيعرفوا درسوا لابن بارونة نبوحكي وفي اللغة العربية حروف الخفض ولا خفضة لنا هذه مصطلحات كوفية والتي تعني بالمدرسة الكوفية بالمدرسة البصرية لدينا حروف الجر إذن حروف النسب أو حروف أو حروف النسب حروف الخفض أو حروف الجر هي تسمية واحدة تسمية واحدة إذن ميلوتيا حس اللي هي حروف الجر ماشي بنمشي كمان مرة ل نتوح مش باتيم إعراب الجمل درسنا في إعراب الجمل نيجي للجملة الأولى يوسف كتاب بعيد يوسف كتاب بعيد يوسف نسي نسي يعني هان نسي فاعل لأنه في عندي فعل كتاب عندي هذا فعل بوعل معناته إنه يوسف بده يكون إيش نسي فاعل وليس مبتدأ كتاب بعيد بعيد كتاب هنا نسو كتاب هنا نسو اللي هو نسو بعلي بيع بوعل بوعل يوسي أوكي كتاب اللي هو نسو بعلي يعني بمعنى خبر أو مسند إلي مسند هناك مسند إلي هنا مسند ولكنه مسند فعلي بعيد البا البيت هنا ميلوت يحس حرف جر عيد مساعة كيف لماذا مساعة كيف لأنه في عندي حرف الميلات يحس من حروف بكل الميلوت يحس البا دخلت على على الكلمات عيد كتاب بعيد هنا دخلت البا على المفعول به دخلت البا على المفعول به ولذلك كلمة عيد هذه الكلمة عيد هي مساعة كيف وليس يشير ليه لأنه دخلت عليها حرف الجر دخل عليها حرف الجر البا دخل عليها حرف الجر البا نجي إلى جملة تانية أحمد أحمد أخال أت هاتفوح هاتسوفا أو هاتسحوف أحمد أخال أت هاتفوح أخال التفاحة هاتبوز سوري هاتبوز هنا تفوح حتى إذا كنا تفوح يمكن أن تكتب أخال أت هاتفوح أوكي هاتسوفا هاتبوز هاتسحوف هنا هاتبوز البرتقال الأصفر هنا تسحوف أصفر أحمد هي نوسي يعني هنا فاعل لأنه في عندي أخال وأخال بوعل يوتسي بوعل يوتسي أخال نوسي وهو بوعل يوتسي يعني فعل متعدي فعل متعد أوكي فعل متعد بالعربية لا نقول فعل متعد نقول فعل متعد أوكي إذن أخال هي النسو ولكن هذا النسو أحمد نوسي أخال نسو بعلين يعني إسنادي فعلي وهو بوعل يوتسي وهو فعل متعد هلأ إيت ملاتيا حس هذه الملاتيا حس إيت أو كلمة الرابط ملاتيا حس ولكنها الكلمة التي شرحناها أكثر من مرة الخاصة التي تصرف بدمائر المنفصلة الخاصة بالنصر وبعضكم نسي هذه ويقول وقال لي يعني بأنه لأول مرة يسمعها مع أنه كان يستخدمها أو يستخدمها وليس لأول مرة لأنه نسي معنى الضمائر المنفصلة الخاصة بالنصر يعني التي تأتي في محل نصر مفؤول به وتصريفها كما كنا لكم بهذا الشكل إذن كما المرة عيدوا معي عيدوا معي بسط علي باللغة العربية وهي بالكرآن إياك نعبدو وإياك نستعين أينما نرى هذه أينما نرى هذه أو واحدة منها أو حرف ات أو حرف ات الفعل الذي قبلها يجب أن يكون بوع اليوتسي بوع اليوتسي فعل متعد وهي هذه ات نفسها ات نفسها وما بعدها مفعول به ويمكن أن نستغني عن الاسم المفعول به المعلن يعني هو أخال أحمد أخال إت هتبوز إت هتبوز هتصهوف هو أخال أوتا بصير أخال أوتا إذا كانت مؤنسة هتصهوف هذا هتبوز إذن هتبوز موسى يشير مباشر كي بقى لفناف هملا إت إنه أجت قبلها ملعة إت اللي هان ملعة إت صرفناها بهذا الشكل إت تصريفها أي كلمة تسبقها إت مفعول به يسبقها إت يسمى موسى يشير موسى يشير مفعول به مباشر هتصهوف لفاي هتصهوف اللي هي صفة نعت لفاي تابع نعت صفة تابع هتصهوف نأتي إلى جملة أخرى للتوضيح هستودانت ها حداش كان سفر ميها سفريا أوكي ميها سفريا الجملة هذه هستودانت ها حداش كان سفر ميها سفريا أوكي سفريا معنى كلمة سفريا مكتبة ونسبة لسفر هستودانت هو نوسى قال الطالب هو نوسى اللي هو فاعل هنا لأنه في بعده فعل ها حداش اللي هي اللي فاي الصفة هستودانت ها حداش لاحظوا أيضا في هذه بالليفاي اللي فاي لأنه تابع كما كنا لكم من التوابع والتوابع تتبع ما قبلها فلأنه ها ستودانت عرفت بها دخلنا على هذا التعريف دخلنا على الصفة حداش الها هشعر هحداش الباب الجديد أحد أبواب الكدس أحد مشعري يروشالايم ها عتيك كان الفعل نسو ولكنه أيضا هذا المضاف هنا مضاف إليه هذا مضاف نسو نسو بعل بوعل بوعل يو تسي يو تسي يعني فعل متعدي كان فعل متعدي بوعل يو تسي سيفر سيفر مسا يشير مفعول به مباشر ها ستودانت حداش كانا سيفر هاي سيفر مفعول به موسا موسا يشير موسا يشير ميها سفريا ميها سفريا الميم حرف جر ميلوتيا حس حرف جر ها سفريا هنا توار مقوم يعني ضرف مفعول فيه ضرف مفعول فيه بمقوم مفعول فيه في اللغة العربية مفعول فيه ظرف مكان فيه مفعول فيه ظرف زمان مفعول فيه ظرف زمان مفعول فيه ظرف مكان إذا نشوف هاستودانت نوسي هنا فاعل ها حداش لفاين وهي معرفة تبعا للكلمة السابقة لها كانا اللي هي نسو يعني بوع اليوتسي وسيفر هي موسى يشير يعني كانا هي من جهة نسو ومن جهة بوع اليوتسي لأنه النسو ممكن يجي اسم بها سفرية الميم حرف جر ملا تياحس هسفرية توار مكو يعني ظرف مكان نأتي إلى جملة أخرى يعكوب غار بتل أبيب يعكوب يسكن في تل أبيب جملة بسيطة يعكوب غار بتل أبيب يعكوب نوسي يعكوب نوسي أوكي غار نسو غار وغار نسو يعني بوعال أيضا بتل أبيب الباع ملا تياحس حرف جر تل أبيب توار مكوم ظرف مكان هنا هذه القار أخدت ظرف مكان بتل أبيب مع حرف الجر ماشي انتبهنا نيجي لجملة تاني جملة بسيطة ها فاكولتا لهندسة نسجرا اتمول كلية الهندسة أغلقت بالأمس بقلال محلات كورونا بسبب دا أو مرض كورونا أوكي ها فاكولتا لهندسة فاكولتا نوسي فاكولتا نوسي اللي هي هنا فاعل أيضا فاعل لهندسة لفاي كلية الهندسة نسجرا نسو ولكن أيضا نسجرا بوعل أوكي بوعل وبوعل يوتسي يوتسي لأنه بنيان نفعال سفيل بمعنى أغلقت مبني للمجهول اتمول تيقور زمان تيقور زمان يعني ظرف زمان هنا أغلقت هنا إنه الفاكولتا إنه لست هي الفاعل هاي فاعل تحبري إنه هذا بسموه فاعل نوسي تحبري يعني فاعل كتابي بالكتابة ولكن عندما نرى نسجرا أغلقات مبني للمجهول يعني يشمي شهو سقار يشمي شهو سقار تهفا كلتا إنه في هناك حاد أغلق الكلي أغلق الكلي ولكن يستخدم هنا بهذه الطريقة وتعرب على أساس أنها نسو إن كانت يعني لو كتبنا العبارة بتاريقة غير مختلفة يشمي شهو أو هامي فاكيد هامي نهيل سقار إتها فاكلتا أصبحت فاكلتا محال النسوي هي موسى يعني بتصير إنه الكلي لو كنا إنه المدير أغلق كلية الهندسة بتصير الكلية نفسها مفعول به موسى يشير وهي ليست نسي ببوعل يعني ليست هي بالفعل المفعول به هي كان مبني كان مبني للمجهول لأنه يوجد من أمر بإغلاق هذه الكلية أو أغلقها بالفعل هلا هو مأمين لي هو مأمين لي جملة بسيطة أيضا جدا هو نسي مبتدأ أوكي مأمين نسو ولي مساء يعني الجارو المجرور هنا كأنها متعلقة بالمفعول به أو لي جارو مجرور متعلقات بالمفعول به هو صدقني كأنه قلت هو صدقني أوكي هو الفاعل اللي هين النسي مبتدأ طمعا وفاعل هناك بعض الأمور التي علينا أن نقف عليها هنا المبتدأ هو فاعل في اللغة العبري نسو مأمين هنا هذا بالهو مأمين لي هو كيلو أني أمرت هو هئمين لي هو صدقني إبراهيم رأى أو أبراهام رأى ات هستودانت هستودانتي هستودانت ها حدش برحور إبراهيم رأى الطالبة الجديدة بالشارع إبراهيم رأى ات هستودانت الطالبة ستودانت للمذكر ستودانت للمذكر ستودانت ستودانت للمؤنس ها حدشا برحوف لأنه في عندها حط على الصفة اللي في كمان ها ها ستودانت ها حدشا أفرهام رأى ها ستودانت هنا ها وهنا لللي في ها حدشا برحوف نجي للإعراب للإعراب الجملة انتبهوا أفرهام نوسي فاعل هنا أفرهام نوسي فاعل رأى نسوء وهو بوعل كمان مرة بوعل يوتسي فعل متعدي رأى فعل متعدي كما بالعربية ايت ملا تياحس وبعد ايت كنا لازم الكلمة تكون ايش مفعول به مسا يشير ها ستودانت هنا مسا مسا يشير مباشرة مسا يشير ها حدشا لفاي تابع صفة ولاحظوا ها ستودانت ها حدشا يعني عرفنا الكلمة وعرفنا الصفة تبعا لها برحوف البا ملا تياحس حرف جر رحوف رحوف برحوف اللي هي تؤر مقوم ظرف صفة ظرف المكان صفة ظرف المكان برحوف اللي هو هيا امر رأى برحوف رأى هو رأى اك هستودانت ها حدشا بشعة عسر اصبحت بشعة عسر تؤور بمقوم بشعة عسر خلينا نقول بمقوم مقوم اصبحت زمن يعني تؤور زمن ماشي يعني إله هو هيا بها مشبات ابراهام رأى ات هستودانت ها حدشا بمقوم برحوف كتاب بشعة عسر اصبحت بشعة عسر البا البيت ملا تياحس وشعة عسر شو اصبحت تؤور 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 زمن يعني ظرف زمن ظرف زمن اوكي ظرف زمن بهذا المعنى نحن لا نريد ان نعقدكم في الاعراب كما انتم يعني معقدين باعراب اللغة العربية المقصود انه هنا تميز الكلمة بكل بساطة بانه هي نوسي ولا نسو ولا موسى يشير موسى عقيف ملا تياحس تؤور تؤور مقوم تؤور زمن هذه المستلحات تجب ان تحفزوها او لي ه هذه هي الكلمات المعربة التي امامكم احفزوا هذه المستلحات وفقط اذكروها هنا الاعراب في اللغة العبرية اسهل من العراب باللغة العربية لانكم لا تكونوا منصوب علامة نصبه الفتحة منصوب علامة نصبه الياء والنون وما شبه ما شبه ذلك او مرفوع أو مجرور لا نستعمل هذه الكلمات بالتالي الإعراب يعني هو ربع الإعراب في العربي الإعراب باللغة العبرية هو جزئية من الإعراب الذي في اللغة العربية الآن عندنا جملة ثامنة هاموري كتاب على هاللوح بائد شحور المدرس كتب كتب يكتب على بالهوفي طبعا كتب كتب بالهوفي على هاللوح بعيد شحور بقلام أسود هاموري شوف هاموري كتب على هاللوح بعيد شحور هاموري نسي فاعل كتب نسو وعال ملات يحس وهلوح تو أرمقوم بعيد الباء ملات يحس وعيد موسى لأنه هذا نقول عنه أنه موسى عكيف يعني لو يشير لأنه في حرف جار بواسطة حرف الجار وشحور ليفاي صفة تابعة طبعا صفة المذكر مذكر صفة المؤنس مؤنس إذا عرفت المذكر عرفت صفته المذكرة وإذا عرف المؤنس أيضا عرفت الصفة المؤنسة له يوسي كان محبارت يوسي اشترى دفتر تيك وتليفون لدينا الأشياء اللي اشتراهم تلات محبارت تيك وتليفون محبارت تيك وتليفون يوسف كان محبارت تيك وتليفون الواو لاحظوا أول شيء الواو العطف جاءت في آخر كلمة يعني بحط بسيك 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 أخر كاخو ماذي ففحبور والعطف بالإعراب عندنا بالإعراب يوسي اللي هو النسي الفاعل فاعل كان نسو وهو أيضا في نفس الوقت بوعل يوسي يعني فعل متعد أوكي محبارت موسارش موسارش يعني مفعول أول هان مفعول أول أوكي تيك موساش شني مفعول تاني وهذا اللي أخذناها بمحاضرة العدل فإذا كتكون موسار شون موساش شني موساش لشي للمذكر مفعول أول مفعول تاني مفعول ثاني أوكي وتيليفون الواو وتيليفون الواو ذاب حبور وعطف وعطف ذاب حبور وعطف تليفون موسسى الشليشيد تليفون موسسى شليشيد شليشيد مفعول به ثالث مفعول به ثالث إذن ريشون شني شليشي هذا الفعل متعدي لثلاث مفعيل المفعول الأول المفعول الثاني والمفعول الثالث هاي ثلاث مفعيل كان هو الفعل المتعدي اقتنى اشترى كان من اقتنى اشترى بنيجي رأينو يالا ديم هذه الكلمة متضمنة الفعل والفاعل معه رأينا يالا ديم رأينو يالا ديم لحظوا اعرابها ايضا بكالوت رأينو نوسي ابلاس نسوف في نفس الوقت يعني هي الفاعل والفاعل ولكن رأى ايضا كل الرا رأى هي رأى هي بوعل يوتسي فعل متعدي كما بالعربية فعل متعدي يالا ديم موسى وموسى يشير كمان موسى يشير يعني مفعول به مباشر مفعول به مباشر تمانا اذا انت تتضمن كنت تتضمن الكلمة الفعل كنت تتضمن الفاعل والفاعل يتضمن الفاعل متل رأينو ان هنا الفاعل هو الضمير الفاعل هو الضمير ها شفيت بكاش مهنة شام لكم القاضي هنا شفيت شفيت بكاش بكاش طلبة هذا الفاعل مهنة شام مهنة شام ها نقشام لكم طلبة من المتهم القيام ها شفيت نجل الاعراب ها شفيت بكاش مهنة شام لكم ها شفيت نوسى فاعل فاعل يعني هاي انتبهولا لو سمحتوا الاعراب لانه رح يجيكم اعراب مية بالمية سؤال الاعراب جايكم وقد يكون من هاي العبرات ها انتبهوا شو بنحكي لكم وقد يكون من غير هذه لذلك عليكم ان تنتبهوا الى هذه المحاضرة او الى هذا الاعراب دراش دراش بمعنى هنا دراش طلبة وبكاش طلبة يمكن نكون نفسها مكتوبة دراش طلبة دراش دراش طلبة بكاش ايضا طلبة هي نفس الكلمة هنا دراش مكتوبة لو مشاني ام هي بكاش او دراش بكاش طلبة ودراش دراش نسو نسو وهي بوعل بوعل يو تسي هنا دراش ايضا بوعل يو تسي فعل متعدد اوكي مي هنئشام الميم ميلا تيحس ميلا تحرف جار هنئشام موسى من المتهم هنا متعدي بواسطة حرف الجار من المتهم لكم موسى عادي ايضا لكم القيام هنا المصدر طلب منه القيام فتكون منها مي هنئشام موسى لو يشير مفعول به غير مباشر عكيف او لو يشير هنا لكم القيام موسى يشير يشير مفعول مباشر اوكي لكم وهي المصدر المؤول ان يقوم شمها بوعل اللي هو همكور يعني المصدر الاساسي المكسود فيه المصدر ما هو الان يقوم وين ما بنشوف تركيب متل لكم الاختوف للمود لاخول لشتاد للمود كل هاي الكلمات هي بتكون عبارة عن مصدر مؤول ترشمتها ان والفعل ان يكتب ان يشرب ان يلعب ان ينتبه الى اخرين ماشي الحال شم مكور هنا بمعنى المصدر يستطيع ان يكون مفعول به يعني هذا يقع المصدر المؤول حتى لو كان في جملة فيها طلب منه ان يكتبه بنقول ان والفعل هذا التركيب يؤول بمصدر الكتابة مفعول به منصوب في اللغة العربية ولكن هنا ليس عندهم باللغة العبرية منصوب انما هو مسايشي يبنتم ونسوي مع بعض لانه اكلته انا اكلته تتضمن الفعل والفعل كما بالعربية واخال هذه الكلمة اخال اكل بوعل يو تسي فعل متعدي فعل متعدي اخالتي نسي ونسو نسي ونسو كمان مرة حفظوا هاي المصدرحات نسي نسو ها نسو مستتر بتوخ النسو هادي النسو اللي هو انو سي الفاعل مستتر مستتر بتوخ نتيات هبوعل في داخل تصريف الفعل اللي هو نتيات هبوعل ها اخالتي اني اخالتي اتا اخالتا ات اخال هو اخال هي اخلا انحنو اخلنو اتم اخلتم اتم اخلتم هم اخلو هن اخلو هاي لما بلكم تعلموا التلميذ التانين خليهم يعملوا حركة ويردوا وراكم على اساس انو كأنو كيلو يش موزيكا بين شم هاقوف وبين ها بوعل بعضاب اني نهايتها سوفيود اخالتي اتا اخالتا اتساكنا اخالت هو اخال هي اخلا نحنو بصير نو في نهايتها نحن اخلنو اتم اخلتم اتن اخلتم هم اخلو هم اخلو اوكي تيبوا له هاي الزائرة اذا كل هاي الضمائر المصرفة اللي بيكون النسي 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 هنا النسي يعني الفاعل اوكي مستتر مستتر في اللغة العبرية عندهم مستتر بتوخ نتيات هبوعل في داخل من خلال تصريف الفاعل من خلال تصريف الفاعل تصريف تصريف اوكي نتيات هبوعل الفاعل هنا مستتر داخل الفاعل طبعنا ولكن لحم لحم اللي هي مسايشير ما عربناها لأنه حكينا وين في كلمة على طول وين في كلمة هنا عندنا وين عندنا كلمة وين عندنا كلمة هان ات هالليحم ماشي ات هالليحم هلا نطلع لحم بدنا نقول مسايشير مباشرة لحم مسايشير نيجي انه خد الكتاب خد الكتاب يا موسى خد الكتابة بكوتي اوكي اذا نمشي اوكي فعل الامر هنا منصرفه للمذكر خذ خذي خذو وهذا تعلمته بشكل مرتب كاح للمذكر كحي كحو عندي هان ات وهان ات وهان اتم واتن وكننا لكم انو الفعل الامر سيغل تتصيبو سيغل تتصيبو الامر هي اخذرا كتلويا بغوف השני بغوف השני هانو خخي غوف هاشنين ات ات وات اتم ات بس انو حالة الامر هي تتعلق بالضمير الثاني الحاضر لا انت انت انتم انتن كمهوب العربي مثل المهوب العربي انو لا يتعلق بالضمير الاخرى ولذلك هذا الفعل ايضا متعد اللي هو يوتسي كاح يوتسي بوعل يوتسي اوكي ات هات بوز وهنا كمان ايضا كاح انو فيها اللي هو انو سي المستتر المستتر فيها الضمير المستتر اوكي المستتر الضمير المستتر لانو سي يعني فيها تتضمن كاح تتضمن الفاعل وكذلك ككحي وكرو خدو خد خدي خدو تتضمن الفاعل المستطر اتها سفر خد يا يحيا خذ الكتابة بكوة الى اخرين اذا هنا كح اتها سفر كح نسي ونسو مع بعض فعل وفاعل مع بعض يعني فعل هنا النسي اللي هو البعلي الفعلي هذه مع بعض كح لحالها تتضمن الفعل والفاعل بتسيفوي تميد هنوسي مستطر بتو خبوعل دائما في الامر دائما يستطر الفاعل داخل الفعل والامر كمان كنا لكم في اربع سيار للضمير الثاني لا الضمائر الحاضر الحاضر اتاءت اتم اتن اخذراك فقط اخذراك اربع عشر شمارتي على الاخي هكتان شمارتي على الاخي هكتان شمارتي نسي ونسو مع بعض لانه شمارتي كيفي شي فيها مش بات شي عظار اوكي بياخذ يعني مستطر الفاعل مستطر هل هنا ملا تيحس هل ملا تيحس هكتان اللي هو في عندي هكتان هكتان اللي هو هاي لفاي اوكي لفاي سيكون تلخيص الان نأتي الى التلخيص هموسا هو هشلماء من صراخة لانو سي بعلي اذا انه المفعول به هو يلزم فقط الجملة الفعلية اللي فعلها يو تسي متعد هبوعل زكوك لا هشلماء الفاعل الذي يحتاج الى الاستكمال وهو كنا البوعل اليوتسي الفعل المتعد هو ضروري المفعول به ضروري للجملة الفعلية اللي فيها فعل متعد هاسلماء حييفت لفو احريمي لا تيحس واحيانا الاستكمال يعني الكلمة التي يجب ان نكمل فيها الجملة تحتاج الى حرف جار اوكي لمشال هو هئمين هو هذا النسي هئمين اللي هي نسوء وفي نفس الوقت هي بوع اليوتسي والنام هنا حرف جار ملا تيحس هو اخال ايت ايضا اكل ايت اخال كنا يوتسي وات اللي بعدها بتيجي مفعولية ايتها تبوز ايتها تفوح ايتها اللحم ايتها عقا هو هفحين يعني حدق او امعنى او دقق او فحص بي الباء حرف جار يأتي بعدها مفعول به هاموسا متستريف هنا متستريف لا نسي بعليه فقط ان المفعول به هو يأتي بعد النسي البعليه بعد نسوء البعليه بعد انه المسناد المسناد الفعلي اوكي يوسف اخال تفوح يوسف هي نسي اخال نسوء وهي بوع اليوتسي والتفوح اللي هو موسا يشير אבל لا يوسي تفوح لا يتخن שנכתוב ככה ככה לא نכון يوسي تفوح الا امري يوسف او يوسي اخال تفوح همسا يوسف اخل אנחנו لاخن يش ما اخال لحم تصبح الجملة كاملة لحم تصبح اللي هي الموسا موسا موسا يشير موسا يشير ها مش بات شليم وها كل برور وتصبح الجملة كاملة وكل شيء واضح هاتي اريم بلتي متسرخيم نوافل وفضلة تسمى باللغة العربية الصفات في معظمها هي اسم فضلة نقولون اسم فضلة في بعض كواعد النحو العربي أو اللغة العربية أو من النوافل هاتي اريم بمعنى الصفات بلتي متسرخيم غير ملزمين لها غير اجباري لمشال نتاتي ايتها سفر لستودانت اتمول يعني نتاتي هنا نسي ونسو فعل وفاعل ايتها سفر المساء المفعول به لستودانت اللامد ملات يحس لستودانت اللي هي اللي هي لستودانت كلها مع بعض مفعول به ايضا تاني اتمول هذه اتمول اللي هو بسمه توار توار زمني يعني اضافة او مفعول فيه زمني مفعول فيه اوكي اللي هو الظرف الزمان ليس ضروريا اوكي هملا اتمول توار زمان صفر للوقت يعني ضرف زمان ليس ضروري بإمكاني اقول نتنت اتها سفر لستودانت يعني اعطيت الكتاب للطالب بدون ما اقول اتمول اوكي المشبه تبلي هميلات اتمول هو לא שלم هو שלم لما לא שלم ات امرت ات امرت לא الانور לא امر אני شمعت ميشو امر שלم לא שלم שלم كامل يعني الجملة المشبه تبلي هميلة اتمول هو שלم بدون كلمة اتمول امن اني امرتي نتاتي ات ها عطيت ها سفر لستودانت ات ها سفر لستودانت اس توب اس دانت هاي اذا كتب تdr هاي ب سيمول ب نتاتي ات ها سفر لستودانت عطيت ال� الكتاب للطالب هاي نون السطودانت هاي مشبهت شلم جملة كاملة بلي اتمول همشبهت بلي هميلة اتمول هو شلم شلم كامل نتتي את הספר للسطودانت هاي الجملة من دون كلمة اتمول هاي شلم مشبهت شلم جملة كاملة الجملة بدون اتمول جملة تامة ومفهومة وتستطيع حذف كلمات اتمول برور هاي فانتم هاكل برور نمشيح لآت اوكي التمييز بين المفعول والظرف هفحنا بين الموسى ولا تؤر بين المفعول والظرف هفحنا بين موسى ولا تؤر التمييز بين المفعول والظرف اذا حذفنا كلمة المفعول به الجملة لا تكون كاملة بينما اذا حذفنا الظرف تستمر الجملة أو تكون الجملة كاملة هذا هو المقصود في كل هذا الحديث هاليد بتيح بأمه وثقة في أمه إذا غيرنا حرف الجر بالبا هذه إذا غيرناها إذا غيرنا هذا الحرف حرف الجر إذا غيرنا حرف الجر هنا البا بتيح بأمه البيت هنا إذا غيرنا هذا الحرف بحرف آخر يتغير المعنى أما في الظرف فيمكن تغيير استبدال حرف الجر بحرف آخر مثل أميرة يشفى على هكسي أميرة جلست على الكرسي لا يمكن تغيير كلمة عل بحرف الجر أو أميرة يشفى مول في مواجهة المقعد أو أميرة يشفى ليد بجانب أو أميرة يشفى على يد بجانب أوكي ليد أو على يد كل كلمة من هذه الكلمات يمكن تغيير استبدال حرف الجر بحرف آخر وتبقى الجملة ولكن لها معنى مختلف على هكسي فوق الكرسي أميرة يشفى مول مقابل بينما أميرة يشفى لياد بجانب وعلياد قريبا من قريبا من قريبا من عد مختصرات هاي المختصرات هي موجودة في الكتاب عندكم ولذلك بنا تكرؤوها وتحفظوها من الميم ترمز إلى مشبات شم أتسم بوعل تسيروف شميني مركب اسمي تسيروف بعلي مركب فعلي تسيروف بعلي وتسيروف يحس لا ملات يحس تيقور زمان تيقور مقوم شمتوأر تيقور متساف تيقور أفن نسي مروحا مسند موسع أوكي وهنسي المسند إليه نسي وهنسو المسند وتبيليم الأجزاء الثانوية اللي هي سمناها إحنا أو نسميها باللغة العربية أحيانا اسم فضلة أو اسم زائد نقيع لا صوف صوف نقيع لا صوف هارساء شلانو بصوف هارساء نرئيس مخوت با هاش اللتيم نمساقين با يوروشالايم بعيرها عتك نجي لكلمات عندنا مكتوبة شعرات بحالة الإضافة في الكدس العتيقة بالاسم خوت مثل درج الطبونة رحوف بلوغات ها كوتل لاحظوا هنا أنه الها دخلت على الكلمة الثالثة رحوف شارع بلوغات ها كوتل هي ترجمة خاطئة لدرج الطبونة نتبهوا التغييرات التي تحاول إسرائيل تغييرها وغيرتها يعني غيرتها تم تغييرها في اللوحة الثانية رحوف بلوغات ها كوتل ليست هي درج الطبونة بلوغات ها كوتل أيضا بالإنجليزي ليست هي درج الطبونة وهنا غيروا حتى الكتابة اللي بالعربي هنا غيروا الكتابة اللي بالعربي هنا تبهوا كيف صارت 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 طريق بلوغات ها كوتل يعني ترجموا بلوغات ها كوتل إلى العربي ورحوف طريق بدل درج الطبونة درج الطبونة اسم حي من أحياء الكتس العتيقة وهو مفروض أنه يكتبوا بمقوم درج الطبونة رحوف معلوت معلوت هتنور لازم يكتبوا رحوف معلوت هتنور بس هم يهودوا الأماكن ويغيروا فيها ويكتبوها بالعربي لكي ننسى الاسم القديم درج الطبونة هذا الحي يأتي من أحد أحياء الكتس العتيقة من لما تطلعوا من باب السلسلة مباشرة باتجاه باب الخليل تتعدوا أول مفرق على إيدك اليسار اللي هو بروح على حائط البراك اللي مسميين وهم الكتل بعدها في عندك مزقاف للداخ كمان هذا تغيير لإسم أنه حش الشاي بتظلك ماشي بعد مطعم المغربي بتظلك ماشي إلى الأعلى الدخلة الثالثة على الدرج هناك مكتوب معلوت أنه درج الطبونة حي درج الطبونة وهان مكتوب هذا بالحجر منكوش فيه الكهرباء لاحظوا أنه كيف بيخربوا الكهرباء بيحطوها في المنكوش الحجري بتطلع على درجات بتلاقي مكتوب طريق بلوقاتها كتل رحوف بلوقاتها كتل بالعبري رحوف بلوقاتها كتل بالعبري بالإنجليزي بلوقاتها كتل بلوقاتها كتل بلوقاتها كتل معناها بلوقاء السرية التي احتلت منطقة البراق السرية العسكرية الإسرائيلية التي احتلت منطقة البراق التي احتلت منطقة البراق فسموا الاسم باسم هذه السرية أو هذه الوحدة التي احتلت البراب ولاحظوا هنا رحوف إبلوغات هاكوتل أيضا الهي دخلت على الكلمة الثالثة في السمخوت وهنا الهي أيضا دخلت نفس المعنى ولكنها ليست درجة طبونة درجة طبونة هو الاسم العربي الفلسطيني للحي الاسم العربي الفلسطيني للحي من ضمن الأحياء المتعددة لتلك الأحياء في الطريق كنا من باب السلسلة إلى باب الخليل على يدك اليسار على يدك اليسار إن طيحت لكم الفرصة لزيارة الكدس العتيقة تحاولون النظر والرؤية إلى هذه المنطقة إلى هنا نستوضعكم الله نتمنى لكم السلامة والصحة ونتمنى أن نلتقي ونتمنى لكم دراسة هادئة تتابع هذه المحاضرات وتكرأوا أيضا بالكتاب عندكم بكتابكم عسى وعلى أن نمر بسلامة كل هذه الظروف الصعبة كل التحية لكم وليؤثركم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر